تلميذ تلميذ يعني ساعة عنا برشة نوعنا عنا بتاع تلميذ لأنه تلميذ يجب يكون في وسط حوارية أو وسط ريفية أو وسط حتى في الحواري فما يعني أحياء مش كما أحياء أخرى يختلف ويختلف كذلك حسب الوسط العائلي وسط المجتمعي فما أنواع معناها في إذا كنا أخذ الحدود الحد الأقصى هو تلميذ ناجح لأنه محاط لأنه عنده نشاطات خارج المدرسة لأنه كذلك يتبعوا في أعماله وفي نشاطه المدرسي والحد الأدنى هو مسايد ما عنده حتى رقيب وحتى إنسان ينصحه بيناته مزوثة أما أنواع كثيرة من التلامذة يعني تجب أن نقوله في المواصف الآخرى لكن بصفة عامة فما معناها فرق كثير يظهر لي بين الوسط الحظري والوسط الريفي بين الشريط الساحلي والداخل للبلاد على الأقل فيما يخص ظروف العمل وظروف الدراسة يعني ظروف الدراسة أصعب في الريف والتلميذ يتعب ومعناها يكون عنده إرهاق حتى في الوصول للمدرسة والأعليباخرية هذه المشكلة الأساسية فمشاكل أخرى تتطب على هذه طبعا والبرامج وكذلك البيداغوجية المتبعة ما تجعلش أن التلميذ يشرح المدرسة بسفعة هو يمشي لها عادة على خاطر ويزم يمشي في أغلب الأحيان فهم برشة مقاربات معناها وقعت استعمالها مقاربة بالأهداف قبل التسعينات ثم المقاربة بالنتائج المقاربة هذه الحقيقة تركز دائما على البيداغوجيا وتركز على الحفظ أكثر منها حاجة أخرى فحتى المقاربة بالكفايات المقاربة بالكفايات اللي هي متقدمة على المقاربة بالأهداف اللي تسعى وأنه تخلي التلميذ يشارك في عملية التعلم وشتعليم يعني يشارك في أخذ بالمهارات والدروس معناها يشارك فيها ماش قاعدة طبق فما فرق بين النص وبين الواقع لأنه هناك ظروف متعدة منها مثلا البنية التحتية بتاع المدرسة منها المعلم والمدرس في فعا ما يكون يكون أستاذ ما عندوش الإمكانيات الكافية ما عندوش تربوسات اللي يتفهموا شنوه المغون الموجود هذا كل يجعلوا أنه معناها التقييم ما هوش صحيح تقييم ياخو بعين الاعتبار الحفظ شنوه اللي يقدركوا التلميذ في الخصم ودخلت عليها حاجة أخرى منذ عشرات سنين يعني مسألة الدروس الخصوصية اللي خلتوا أنه فما معناها خطأ كبير لأنه منعاش نعرفه قيمة التلميذ حال ذاته وشنوه إمكانياته واللي يوصل بالخلوص معناها هذا قد ما يعمل دروس خصوصية قد مانجم يكون معناها واصل فهنا كان لخبتة الحقيقة كبيرة فيما يخص التلميذ وعلاقته بالمدرسة وإمكانيات وكيفية تقييم مردوده المدرسي هنا تطرح مشكلة كبيرة لأنه ما فماش نظرة شاملة للتعليم والتربية وفما كل الوزير يجي يعتبره أنه اللي فاته ما عاش يصلحه ويأخذ بيعني يحاور باش يكون عنده نظرة خاصة اللي هو اللي ربما تتعرض وربما تكون زادة مكملة لكن مغيم يقولها فما فماش تراكم والتراكم بتاع التجربة يجعل وأنه نفهمه شنو حاجة اللي يمشيت شنو حاجة اللي يمشيت كذلك كيف نجربه على نتاق الوطني ما نجربوش على التاق الجاوي على الأقل باش نعرفه هذا العالم يعملوه يعني وانت مثلا تتعادى من تجربة لتجربة بداغوجية إلى خيره تحاول باش تعطي نفسك عام أو اثنين باش تجربها وتشوف إنها تصل حول الله ثم كل وقت ذاك تعممها هذا موش موجود فقدر ما في الخصوصة العشرية اللي فاتت يعني تداول البزراء على البزارة بتاع التربية يعني أجعله أنه كل واحد يوم عنده نظرة وكل واحد منهم يحب يكون عنده نظرة مخارفة للي قبل وهنا تجي لأخبتها لأنه فماش دراسة ما فماش دراسة موجودة هي الخطة الوزارة التربية وزارة كبيرة وعندها دراسات ومعنها قديمة وموجودة ومستحثة إلى خيره لكن الوزير يجي يحب هو نفسه يكون عنده موقفه بالنسبة للوزير قبله وبالنسبة للرئيسه يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى خيره كيفاش هو باش يجيب حاجة هو التلميذ هو التلميذ هو المدرسة لأنه معناش تراكم معناش تحيين معناش إنسان يقيم التجربة اللي فاتت ويحاول باش يكون فما نقاش للفائدة لفائدة التلميذ وفائدة المدرسة ثم من ناحية أخرى طبعا يقول المدرسة يقول المعلم المدرس في فعامة أو الإطار التربي معنى مهمش مهمش معنى من ناحية الاجتماعية من ناحية تكوينية كيف كيف معاهد تكوين معلمين اللي اتناحات كان عندها تأثير كبير لأنه كل إنسان يكون عنده معنى ديبلوم جامعي يجمع وليقرر معنى التعليم وحاجة أخرى الإنسان يكون مهيئ ويكون يحب التعليم في مهمة كبيرة معنى يحبها الإنسان ويضحي من أجله وفما أعطاه خاص وفما ميداغوجيا وفما معنى علاقة مع تلميذ مع مراهق مع شاب يجمع يفهموا بينما منذ التسعينات ومعنى ولينا نحلوه في الباب للناس كل واحد بديك أفورته تجمع أنت أي إنسان يكون عنده بلوم قيش حطه نجمع نحطه في فلسف التعليم أول طبيعي بش يكون فما تغييرات في كل منظومة تربوية في العالم لأن العالم قاعد يتطور بصفة كبيرة ياسم من ناحية التقنية من ناحية العلمية من ناحية الاقتصاد إلى آخره وما هو مفهوم مدرسة ما هي أهدافها ومهمتها هذا كله معروف ولكن المهم في هذا كله أن الدولة إذا ما تكون واعية وأن التعليم هو قطاع استراتيجي ولهذا هذا يترتب عليه بشيء فما اهتمام خاص من حيث الميزانية من حيث التراكم فيما يخص المعرفة وفيما يخص المعنى البيضاء وفيما يخص السياسة إذا كان هذا متوفرش يقول للأخر الكله ترقيع وهذا اللي قاعد نعيش فيه إذا كان نأخذ مثلا مسيرة الإصلاح في تونس تراوى أن الإصلاح مدد عشر السنين كان يقوم بعد المساعدين وبعد العملية بتاع تقريب الشرف في عام تسعين بعد تسعين بعدها كل الإصلاح يقوم على الفكرة قطاعية يعني أنا نجي مثلا نقول فما أربع خمسة قطاعات في التعليم البرامج الامتحانات الحياة المدرسية كل القطاع نعين له لجنة تخدم بمفردها تجم تكون خدمة تباهية وتعطيني أنا نتائج للخدمة بتاعها ومن ذلك نعمل أنا معناها تقرير تأليفي هذه خلطة لأنه هذا كما فماش خيط رابط أحنا محددناش الهدف الأساسي من العملية التعليمية وهذا يكون هدف عام للدولة باش نحبه من المدرسة كيفش يكون التلميذ اليوم مش اليوم بارك وانا ما متاع 20-30 سنة طبعا فما تغيرات تبدل لكن معناها البروش كوريكولاري سألوها معناها تكون عندها فما قبل كل شي فما نظرة عامة وتكون مستدامة وتغيروا زيروا ما يتغيرش أحنا ماشيين عام 2050 باش نخرجوا يكونوا عندنا تلميذ مثلا عنده واعي بحقوقه وبواجباته يكون هو داخل في عاملية التعلم ومش في التعليم بارك يكون معناها محل الاهتمام كل تلميذ شخصيته واحنا نهتموا بها عنده طرق وكما معناها باش يتأقلم مع الواقع باش يقمهنة هذي كله يجب أن نحدوهم اللول وتوليك الوقت ذاك كل القطاعات التماشى هذي موش موجود موش موجود على خطر أولا فما معناها تغيير كبير في الوزراء وثانيا كما قدتك الوزراء ما فماش حاجة اللي تجمعهم وما فماش حاجة اللي تخليهم ديمة أنا نتصور وأنه ما باقي ماشين في نفس الخلطة إذا إذا رجعنا التجربة الأولى في منظومة التربية التونسية في وقت المسعدة عام ثمانية وخمسين واللي نجحة نجحة تقريب عشر سنين أو أكثر وكل سفة هي أعطات نتائج بها نقاوى أنه فم توازن بين تعليم المواد العلمية والأدابية الأخيرة والتعليم المواد المهارية يعني كان التلميذ مثلا كان طفلة وطفلة ومعناها التلميذ كان يتلقى علوم العادية الفلسفة والتاريخ والجغرافي الأخيرية واللغة الأخيرية ولكن مع ذلك عنده مينوزري فرجي كوتور الشيء هذا كالتعليم المهاري هذا عنده قيمة كبيرة بالنسبة للتلميذ لأنه مش يولي مواطن الغد ويولي ربما يتوجه الحاجات لمكان شيطانه وأنه يجي متوجه فيها وهذا يخلي كذلك المدرسة من فتحها على المحيط بتاعها وتكون التلميذ بحيث يواجه المجتمع ويواجه الواقع ويواجه حياته بأكثر سلاح معناها هذه هذا ما عادش موجود فما اختصاص كبير ومعاش التلميذ ما عايش في المجتمع بتاعه لا يخرج مش يشوف وفي الوقت ذاك إذا كيف أنا واحد الناس نتاج لمدرسة المسعدي كنا نمشي ونخرجوا يعني المدرسة تكفل باش تعرفنا بالمحيط بتاعنا نزول مؤسسات هذي كيف كيفي خلينا وأنه نعرفه البلاد ونعرفه شون فيها وش نعرفه المشاكل طبعا كل مدرسة وشنية إمكانياتها وكل معهد شون إمكانياته ولكن هذي معهدش موجود كان في المعهد موذجية ربما أو في المعهد الحر لهذا مش مقوم المعهد الوطني التابع الوزارة التربية يجي يكون قايم بالشي هذي باش التلميذ يعرف لا فقط العلم في حد ذاته وإنما كذلك تطبيقه ومشاكل الحياة وكيفية التأقل مع الحياة وما يهم كل المحيط اللي عايش فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر